وصلت معكم إلى سنة 1965 ميلادي في هذه السنة الملك فيصل ابن عبد العزيز بعد أن تولى الحكم سنة 1964 ميلادي في السنة التي تلتها الملك فيصل أدخل التلفزيون إلى السعودية فنشأت المؤسسة التلفزيونية للتلفزيون الوطني السعودي هذا الأمر نزل كارثة على المنظومة الدينية الوهابية المتشددة وقاد الأمر إلى مقتله إلى مقتل الملك فيصل بعد ذلك قتل الملك فيصل في 25 ثلاثة 1975 ولقد قتل على يد ابن أخيه على يد فيصل ابن مساعد ابن عبد العزيز سنة 1965 من الحوادث التي كانت واضحة فيها بعد افتتاح التلفزيون السعودي برغم آناف كبار كبار علماء الوهابي اعترض أحد الأمراء السعودي خالد ابن مساعد ابن عبد العزيز وأراد أن يفجر بناية التلفزيون وقتل قتل هو ومن معه في الشهر التاسع من سنة 1965 ميلادي عملية قتله كانت بأمر من الملك فيصل وإلا فمن يجر على أن يقتل أحد الأمراء السعوديين أخوه فيصل بعد ذلك قتل عمه الملك فيصل وهذا الحديث مر علينا بعد أن أدخل التلفزيون إلى السعودية حدث تغيير حدث تغيير في واقع الأسرة السعودية وهذا التغيير الذي حدث في واقع الأسرة السعودية انعكس على المجتمع المجتمع السعودي بشكل كامل قلت لكم في الحلقة الماضية من أننا إذا أدخلنا السيارة إلى مدينة إلى بلد ليس فيه سيارات ليس فيه سيارات فإن الحياة ستتغير بالكامل المدن والقرى ستتغير بالكامل والأمر هو هو مع التلفزيون فإن التلفزيون حينما أدخل إلى السعودية تغيرت حياة الأسرة السعودية وانعكس هذا على الواقع المجتمعي عموما كانت خطوة قوية وذكية في الوقت نفسه من قبل الملك فيصل في السنة نفسها طلاب العلوم الدينية في المدينة المنورة هجموا على الأسواق في يوم الجمعة لأن الأسواق قد تغيرت أحوالها هجموا على الأسواق القريبة من المسجد النبوي وكسروا ودمروا حكاية كانت قوية في وقتها واتخذت الحكومة السعودية إجراءاتها بخصوص هؤلاء اعتقلوا وحقق معهم وأبعد الذي أبعد وعوقب الذي عوقب ودخل الوهابيون في حالة انذار أتحدث عن المنظومة الدينية الوهابية اتسع نشاطهم التبليغي في كل مجال يستطيعون أن يتواجدوا فيه تواجدوا فيه مجموعة من الناشطين الوهابيين قرروا قرروا أن يؤسسوا مجموعتهم الخاصة جيمان الاعتبي مع مجموعة من الأفراد أحدهم كان من جماعة الأخوان المسلمين وخرج من هذه المجموعة حينما وجد نفسه أنه لا يستطيع أن يجير عمل المجموعة إلى جماعة الأخوان المسلمين القطبيين جيمان الاعتبي وزملائه أسسوا منظمة وأطلقوا عليها الجماعة السلفية للدعوة حتى تكون هذه الجماعة لها ثقلها الشرعي فالتجأوا إلى عبد العزيز ابن باس الذي كان في ذلك الوقت في المدينة المنورة هذا تحديداً سنة 1966 وهو نتاج للوقائع والأحداث التي حدثت سنة 1965 جيمان طلب من عبد العزيز ابن باس وكان على علاقة شخصية به أن يكون مشرفاً مباشراً على هذه الجماعة عبد العزيز ابن باس اعتذر عن ذلك وقال بأنه مشغول في تلك السنوات افتتحت الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة وكان يرأسها محمد ابن ابراهيم آل الشيخ من أحفاد محمد ابن عبد الوهاب ومحمد ابن ابراهيم آل الشيخ انتخب عبد العزيز ابن باس نائباً له عبد العزيز ابن باس في ذلك الوقت كان نائباً لرئيس الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة وكانت الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة معقلاً مهماً من معاقل الوهابي ومركزاً رئيساً لهم عبد العزيز ابن باس اعتذر من الجامان والذين معه كان عددهم يتراوح ما بين الستة أشخاص والسبعة وهم قالوا له من أننا لا نريد مالاً ولا نريد مساعدة مادية ولا نطلب مالاً من أحد إننا نريد أن ندعو الناس إلى الله لقد انتشر الفساد تشر الفساد في المجتمع السعودي قطعاً هم يشيرون إلى آل سعود إلى الحكومة السعودية وإلى الملك فيصل بالتحديد كانوا يعتبرونه ملكاً مفسداً فقال لهم أضيفوا هذه الكلمة إلى عنوان جماعتكم أضيفوا كلمة المحتسبة فسميت هذه الجماعة بالجماعة السلفية المحتسبة للدعوة ما المراد من المحتسبة التي تحتسب عملها بين يدي الله إنها لا تريد أجراً ولا تريد مالاً وإنما تحتسب عملها لله سبحانه وتعالى فهذا هو المراد من تسميتها بالمحتسبة عبد العزيز ابن باز كان يعرف جهيمان الاعتيبي ويعرف من أنه كان من منطقة ساجر ومنطقة ساجر هي من الهجر التي أسسها عبد العزيز آل سعود وكانت مركزاً من مراكز أخوان من طاع الله ويعرف أيضاً أن جهيمان الاعتيبي رجل بدوي وأبوه محمد ابن سيف الاعتيبي كان من رجال سلطان ابن بجاد الذي كان من زعماء إخوان من طاع الله وعبد العزيز ابن باز يعرف جيداً الطريقة التي يفكر بها إجهمان الاعتيبي الرجل كان بدوياً ولطالما كان يدخل في نقاشات مع رفاقه هؤلاء يثبت فيها لهم من أن البدوية أفضل من الحضر من أن البدوية يمتلك فطرة نقية من أن البدوية يمتلك قدرة على التحمل لا يمتلكها الحضر من أن من أن بحسب ما هو يعتقد كل هذا يعرفه عبد العزيز ابن باز عن جيمان الاعتيبي لأنه كان يحضر دروسه ويحضر مجالسه وكان على اتصال مباشر به ليس معدوداً في التلامذة الرسميين لابن باز لكنه كان على علاقة وثيقة به أبن باز أولاً تدخل في اسم المجموعة وأضاف هذا الوصف المحتسب وشجعهم وقال لهم أنا معكم في بادئ الأمر اختار شخصاً فلسطينياً كان قريباً من ابن باز كما هم ينقلون كي يشرف على أمورهم وما يحتاجونه وأجروا لهم بيتاً كل هذا بإشراف ابن باز أجروا لهم بيتاً في الحرة الشرقية في المدينة المنورة منطقة معروفة في المدينة منطقة الحرة التي وقعت فيها الواقعة المعروفة في التاريخ واقعة الحرة فأجروا لهم بيتاً في الحرة الشرقية في المدينة المنورة وبعد ذلك بشكل رسمي عين عبد العزيز ابن باز أحد المشايخ القريبين منه ممثلاً عنه للإشراف على هذه الجماعة أبو بكر الجزائري جزائري لكنه وهابي للنخاع وما بعد النخاع فصار أبو بكر الجزائري ممثلاً عن عبد العزيز ابن باز في هذه الجماعة وهو الذي يشرف عليها البيت الذي أجروه في الحرة الشرقية أطلق عليه رسمياً بيت الدعوة لكن في الحقيقة ما كان من أحد يسميه بهذا الأسم ابتداء من ابن باز وانتهاء بأي شخص آخر له علاقة بالموضوع هذا البيت كان معروفاً بين الجميع ببيت الأخوان إنهم أخوان من طاع الله وهذا هو الذي قلته لكم في الحلقة الماضية من أن الأمر موجود منذ بداية تأسيس الدولة السعودية الحديثة المعاصرة هناك انفصام فيما بين المنظومة الدينية الوهابية وفيما بين العائلة الحاكمة السعودية لكن الانفصام هذا مغطى يعرفه المختصون ويعرفه المطلعون على ما يجري في كواليس الحكم في السعودية فكان البيت معروفا بينهم جميعا ببيت الأخوان قطعا ما هم الأخوان المسلمون قلت لكم كان من بينهم شخص من الأخوان المسلمين هناك من يقول من أن جهامان هو الذي طرده لأنه أحس به يعمل لصالح الأخوان المسلمين القطبيين فخاف على هذه المجموعة أن تخترق من قبل أولئك وهناك من يقول من أنه وجد نفسه مفلسا لا يستطيع أن يفعل شيئا فخرج من هذه المجموعة هذا أمر ليس مهم بدأ المشايخ الوهابيون يتقاطرون على هذا البيت يلقون دروسهم من أكابرهم إلى أصاغرهم صار هذا البيت مركزا لمشايخ الوهابيين الكبار في المدينة ما بقي شيخ منهم من شيوخ الوهابيين في المدينة وحتى في مكة وحتى في المناطق الأخرى إلا وزار هذا البيت صار هذا البيت رمزا وكان الشخص الأول فيه الذي يتحرك نشاطا جيمان الاعتبي جيمان الاعتبي رغم أنه في مستوى الرابع الابتدائي لكنه كان ذكيا وكان يمتلك حافظة جيدة وواصل حضور الدروس الدينية فعنده فعنده شيء من المعلومات الدينية عنده مقدار لا بأس به لكنه ما كان يتحدث به في المناطق الحضرية كان يخرج إلى المناطق البدوية لماذا؟ لأنه لا يحسن اللهجة الحضرية هذا أولاً ولا يحسن التكلم باللغة الفصحى التي تكون منضبطة بقواعد النحو والصرف وبسبب جهله بالنحو والصرف كان يستهزئ من النحو والصرف لأنه كان جائلاً بهما فكان يخرج إلى المناطق البدوية يبلغ في تلك المناطق واستطاع أن يؤثر في مساحة ليست قليلة في البدو الذين كان يذهب إليه في التسجيل الصوتي لإجهامان الاعتابي اللهجة البدوية واضحة جداً لهجته البدوية قوية واضحة جداً قد أعرض بعض الوثائق في هذه الحلقة في الحلقة القادمة بحسب ما يسنح به الوقت صار هذا البيت الذي هو بيت الأخوان أخوان من طاع الله صار مقصداً حتى للوهابيين من خارج السعودية في البداية في البداية بدأ الوهابيون الذين في المدينة يتقاطرون عليه ثم الوهابيون الذين هم في المدن السعودية الأخرى ثم بدأ الوهابيون من اليمني ومن دول الخليج الأخرى خصوصاً من الكويت كان هناك عدد كبير من الكويتيين منخرطاً في حركة جهيمان فكان الوهابيون يأتون من اليمن من عمان ومن الكويت وحتى من الأردن ومن سائر مناطق المملكة السعودية فصار البيت مقصداً للوفاة خصوصاً خصوصاً في مواسم العمرة والحج فصار مركز نشاط واضح أبو بكر الجزائري كان مشرفاً عليه مرت الأيام تجري وأحس جهيمان الاعتاب والذين معه من أنهم استطاعوا أن يفعلوا شيئاً ومن أن الجماعة السلفية المحتسبة انتشرت في أكثر المدن الكبيرة في السعودية ووصلت إلى دول الخليج الأخرى وفتحت بيوت جديدة في مدن أخرى فبيت في مكة وبيت في مناطق أخرى وعرفت هذه البيوت ببيوت الأخوان إنهم أخوان من طاع الله وصلت أخبار إلى الحكومة السعودية من أن هؤلاء يجمعون سلاحاً هذا الكلام سنة 1977 ميلادي فقامت الحكومة السعودية باعتقالهم هناك تحليلان التحليل الأول من أن أبا بكر الجزائري الذي كان ممثلاً لعبد العزيز ابن باز وعبد العزيز ابن باز قد انتقل من المدينة المنورة إلى الرياض لم يبقى في المدينة المنورة بحكم عمله الجديد فانتقل إلى الرياض أبو بكر الجزائري أخذ يلمس النجهمان ومن معه بدأوا يخرجون عن طوعه وبدأوا يشتغلون دون أن يخبروه وأخذ يجد عندهم فكراً جديداً يختلف عن السابق في السابق كانوا يعودون إليه أما الآن فإن الجميع يستمعون لجهمان الاعتياب فهناك من يقول من أن أبا بكر الجزائري عبر أشخاص أوصل خبراً إلى الحكومة السعودية من أن هؤلاء يجمعون سلاحاً أراد أن يؤدبهم أن يقرص آذانهم اعتقلوا إجهمان الاعتياب لم يعتقل لأنه اختفى فلم تتمكن السلطات السعودية آنذاك من اعتقاله ضيع وجهه اختفى في تلك الفترة إجهمان ومن معه تركوا بيت الدعوة لأبي بكر الجزائري وأجروا بيتاً جديداً خاصاً لهم في المدينة المنورة وصار مركزاً جديداً لهم وعملية الاعتقال كانت للذين هم في البيت الجديد باعتبار أن أبا بكر الجزائري وجدهم قد اختطوا طريقاً بعيداً عنه وهناك من يقول بأنهم فعلاً بدأوا بجمع السلاح لكن الذي ظهر من التحقيق فإن الذين اعتقلوا بعد التحقيق معهم لم يثبت عليهم شيء والحكومة السعودية ما عثرت على سلاح عندهم فأطلق سراحهم جهمان الاعتبي كان متخفياً أصحابه طلبوا منه لماذا لا ترجع القضية انتهت قال لهم المؤمن لا يلدخ من جحر مرتين وهذه الحكومة حكومة غدارة مثلما غدرت بسلطان ابن بجاد عبد العزيز آل سعود أعطاه الأمان وغدر به وهذا هو شأن الحكام والملوك والسياسي بقي مختفياً جهمان يتصل بجماعته يتواصل معهم حتى إذا كان يأتي إلى هذا البيت الذي أجروه من بعد أن تركوا البيت السابق كان يأتي متخفياً وبقي متخفياً إلى حادثة الحرم قطعاً عملية التخفي هذه هي التي سرعت في الموضوع وعجلت في الموضوع لأنه بدأ يشعر بالضغط إجهمان الإعتابي مثل ما حدثتكم في الحلقة الماضية منذ بداية شبابه دخل في الحرس الوطني وكان سائق شاحنة كان يسوق سيارة حوضية هذه السيارة التي تعرف بالتانك السعوديون يسمونها وايت سيارة وايت السيارة التانك وهي السيارة الحوضية بعد أن أسس هذه الجماعة ووصلنا إلى سنة 1970 وصار في ذهنه في ذهن جمان الإعتابي خصوصا بعد أن توثقت علاقته بناصر الدين الألباني صار في ذهنه أن رواتب الحكومة حرام ولذا خرج من الحرس الوطني وأخذ يطالب أتباعه بالخروج من الحكومة وعدم استلام الراتب وهنا هنا بدأ أبو بكر الجزائري يخاف من إجهامان بعد أن صارت فتاوى إجهامان يعمل بها في وسط هذه الجماعة القضية ما بين مد وجزر المجموعات الإسلامية فهمها يحتاج إلى تفكيك الكثير من العقد لأنها مجموعات معقدة جدا الذي لا يكون جزءا منها ليس بالضرورة أن يكون جزءا من هذه الجماعة بالتحديد والتعيين وإنما مراد أن يكون جزءا من الجماعات الإسلامية عموما في الوسط السن أو في الوسط الشيعي لن يستطيع أن يدرك دهاليزة تلك المجموعات ولن يستطيع أن يتصور بشكل صحيح تلافيف أعمالهم وماذا يفعلون وكيف يتحركون وكيف تنشأ النزاعات بين رؤوسهم بين الرؤوس في الزعامة والقيادة وإصدار الفتاوى إلى غير ذلك من شؤنات العمل الإسلامي ارتفعت درجة الحرارة عند جهمان الاعتاب وتبنى أمورا لا تتبنىها الوهابية بشكل واضح جدا ربما يتبنىها بعض الوهابيين ذهب متشددا كبار الوهابيين لا ينكرون هذه الأمور لكنهم يعملون بالتقية جهمان الاعتاب ما كان يعمل بالتقية صار واضحاً في هذه المجموعة من أنها بدأت تتنافر مع الحكومة بشكل واضح ولذا كانت تبلغ من أن العمل مع الحكومة ليس جائزاً ومن أن الرواتب التي تأخذ من الحكومة أموال محرمة أحد مشايخ الوهابية في الكويت هو الذي يقول فلاح إسماعيل مندكار شخصية وهابية معروفة في الكويت وكان على علاقة بهذه الجماعة يأتون إلى الكويت لزيارته البعض منهم يأتي عبر الطريق الرسمي والبعض منهم يأتي عبر التهريب جيمان مثلاً كان يأتي عبر التهريب ليس بالضرورة أنه جاء إلى هذا الشيخ أو لم يكن قد جاء إليه لكن جيمان الاعتباء ذهب إلى الكويت عدة مرات ولكن بطريقة التهريب لأنه كان متخفياً في السعودية ولا يستطيع أن يصل إلى الكويت عبر الطريق الرسمي هذا فلاح إسماعيل الكويتي الوهابي يقول كانوا يأتون إلى الكويت وكانوا يزورون وتدور نقاشات فيما بيننا وكنت أخالفهم حينما يحين وقت الطعام يخرجون من بيتي يذهبون يأكلون طعاماً من المحلات في الشارع لأنه كان يعمل ضمن دوائر الأوقاف في الكويت فإنه يستلم راتباً من الحكومة فيعدون طعامه وشرابه حراماً فكانوا يجلبون الماء من السوق معهم ويخرجون لأكل الطعام لكنهم يبيتون في بيته هو لا يعترض عليهم هذه عقيدتهم فصار موقفهم منافراً للحكومة السعودية وشيئاً فشيئاً صار موقفهم منافراً أيضاً لرجال الدين الذين يشتغلون عند الدولة ويأخذون راتباً من الدولة فحتى لو تحدث عالم كبير من علماء الوهابية إجهامان الاعتاب يقول هذا يأخذ راتب لا تسمعوا له تشكلت هذه المجموعة ضمن الأطر الجديدة للفكر الجديد لجهامان وفي الحقيقة ما هو بفكر جديد إنما هو تركيز على بعض النقاط حينما يتعصبون مثلاً للصلاة بالأحذية كانوا يدخلون إلى المساجد بأحذيتهم ويصلون بأحذيتهم يخرجون من بيت الخلاء من المراحيض وتكون الأحذية مبللة ويدخلون إلى المساجد بأحذيتهم لأنهم يعتقدون بوجوب الصلاة بالأحذية وكانوا يقسمون الناس على هذه المسألة وأمثالها الذي لا يصلي بالحذاء كانوا يعدونه خارجاً من الدين أما هم فكانوا يلتزمون بصلاة بأحذيتهم ويدوسون بأحذيتهم الوسخة والمبللة بماء ليس نظيفاً حينما يخرجون من بيت الخلاء ويأتون إلى المسجد يدوسون على فراش المسجد على السجاب بالنتيجة هذا أمر صغير هنا وهناك أمر آخر وثالث ورابع صار تشكيلاً مميزاً وبحكم أن جهيمان كان متخفياً وكان منشغلاً بقراءة الحديث تأثر في تلك الفترة بأحاديث أشراط الساعة والفتن في آخر الزمان وبالأحاديث التي تخبر عن اقتراب يوم القيامة وأخذ يطبق هذه الأحاديث على الواقع الذي كان يعيش فيه من أن القيامة بدأت تقترب شيئاً فشيئاً وفي الثقافة السنية فإن ظهور المهدي يكون قريباً من يوم القيامة يظهر المهدي ويظهر عيسى المسيح وتكون حرب الدجال ويحكم المهدي مقداراً زمانياً محدوداً وتبدأ أشراط الساعة وتنتهي الحياة الدنيوية في فترة قصيرة جداً هذا هو التفكير السني في أطوره العام لنهاية الحياة على الأرض حينما تكون القيامة قريبة إذن نحن بحاجة إلى مهدي كي تنسجم هذه الأفكار الظلم منتشر الذين يحكمون بلاد الإسلام بلاد الحرمين آل سعود خارجون عن الدين والعلماء يشتغلون عندهم ويأخذون الرواتب من الحكومة وهؤلاء خارجون عن الدين أيضاً فليس هناك إلا نحن إلا هذه المجموعة وبما أن جهامان الاعتاب كان متخفياً وخائفاً من الحكومة السعودية ثقافته المحدودة تأثره الواضح بطريقة الألباني في التعامل مع الأحاديث ركز نظره على أحاديث أشراط الساعة وآخر الزمان فأخذ يبحث هنا وهناك فوجد ما وجد من علامات من قراء هو اعتقدها في أن المهدية موجود في المدينة المنورة محمد عبد الله القحطاني قد يقول قائل هذا قحطاني والمهدي في أحاديث الشيعة والسنة وإن كان إجهامان لا يعبأ بأحاديث الشيعة في أحاديث السنة المهدي هاشمي المهدي علوي علوي ومن ولد فاطمة وهذا الرجل قحطاني محمد عبد الله القحطاني ما هو الجواب على هذا يقولون إنه ما هو بقحطاني إنه هاشمي علوي من نسل فاطمة ومن نسل الحسين مع ملاحظتي أن الوهبيين بشكل خاص والسنيين عموما يعتقدون أن المهدية من ولد إمامنا الحسن هذه القضية سنعود إليها لكن بحسب البيان الذي قرأه خالد اليامي في المسجد الحرام فإنه أخبر الناس من أن محمد عبد الله القحطاني من ولد الحسين ومن ولد فاطمة كيف صار محمد عبد الله القحطاني هاشمياً علوياً فاطمية أخوه أخوه سعيد يقول نحن لسنا من أهل السعودية نحن مصريون سعيد شقيق محمد عبد الله القحطاني إنه شقيقه الأصغر حينما سئل عن الموضوع قال نحن لسنا من أهل السعودية نحن في الأصل مصريون وحينما جاء محمد علي باشا الكبير الذي كان حاكم مصر إنه محمد علي باشا الألباني جاء في حملة إلى الحجاز حمل معه مجموعة من أشراف مصر من العلويين للتبرك حمل معه مجموعة من الأشراف سعيد هذا يقول جدي كان من بينهم فلما رجع محمد علي باشا إلى مصر جدي بقي في الحجاز وبعد ذلك انتقل جدي للعيش في منطقة جازان وهناك القبائل القحطانية فانتسبنا إليها وإلا فنحن من الأشراف والقحطانيون الذين انتسبنا إليهم يعرفون هذا فنحن هاشميون علويون حسينيون لتقوية العلاقة مع محمد عبدالله القحطاني إجهيمان تزوج أخته ولذا هناك علاقة مصاهرة فيما بين إجهيمان ومحمد عبدالله القحطاني محمد عبدالله القحطاني مستواه العلمي أعلى بكثير من إجهيمان الرجل كان حضريا متحضرا وكان مثقفا وكان يدرس في الجامعة الإسلامية ووصل إلى السنة الرابعة لكنه ما أكمل دراسته بعد أن تشبع رأسه بفكرة أنه المهدي فترك الدراسة في الجامعة كان من تلامذة عبدالعزيز ابن باس ويقولون عنه من أنه كان حافظا للقرآن حافظا لأحاديث الصحيحين إلى غير ذلك فكان على مستوى علمي أعلى بكثير مما عليه إجهيمان الاعتاب لكنه كان تابعا لإجهيمان الاعتاب بسبب قوة شخصية إجهيمان الاعتاب وهو الذي أقنعه بأنه هو المهدي الذي سيبايع له بين الركن والمقام حكاية معقدة نذهب إلى فاصل محمد عبدالله القحطان انتم في الفترة الأخيرة إلى هذه المجموعة إلى مجموعة إجهيمان لم يكن معهم من البداية وإنما قبل حادثة الحرم والتي وقعت في يوم الثلاثة في الأول من شهر محرم بحسب التاريخ السعودي في الأول من شهر محرم سنة 1400 للهجرة دخلوا إلى المسجد الحرام قبل صلاة الفجر وتفاصيل الواقعة بدأت بعد صلاة الفجر محمد عبدالله القحطاني قبل حادثة الحرم بسنتين وربما بسنتين ونصف التحق بهذه المجموعة بعد أن أقنعه إجهمان الاعتاب بأنه هو المهدي المنتظر أقنعه من جهة تطبيق بعض الروايات عليه فهو محمد وأبوه عبد الله وهذا الحديث مشهور في كتب السنة من أن النبي صلى الله عليه وآله قال من أن المهدي اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي وهذا حديث مكذوب على رسول الله هذه هذه الأحاديث التي افتراها المنصور الدوانيقي المنصور الدوانيقي اسمه عبد الله وسمى ولده محمدا المهدي وهذه حكاية سنعود إليها النبي ما قال هذا أحاديث النبي تشير إلى أن المهدية اسمه اسم رسول الله ولكنه من ولد فاطمة وتحديدا من ولد الحسين وبشكل أخص أبوه الحسن العسكري صلوات الله عليهم جميعا هذا واضح في أحاديث العترة والمهدي هو مهدي العترة والعترة أعرف بمهديها والعترة كتب حديثها موجودة في الأجواء الشيعية وليست في الأجواء السنية القضية واضحة أنا لا أريد أن أناقش الموضوع فجاءوا بهذا الحديث وأمثاله من أن المهدية اسمه محمد اسم أبيه عبد الله أنت أيضا اسمك محمد اسم أبيك عبد الله وأنت ليس قحطانيا كما يعرف الناس أنت هاشمي علوي من ولد فاطمة هكذا تعرف نفسك ثم أوصاف المهدي الأوصاف الجسدية فإنه أجلى الجبين وأقنى الأنف وهاتان الصفتان متوفرتان فيك يا أيها القحطاني فأنت أجلى الجبين وأنت أقنى الأنف نحن لا نمتلك في الحقيقة صورة للقحطاني هذا هناك صورة له بعد مقتله ومع ذلك فهتان الصفتان واضحتان في هذه الصورة مع أنها صورة مشوهة لأنها بعد قتله بعد أن قتل فأخذوا يجمعون الأحاديث على هذا السبيل لكنهم وفقا لطريقة الألباني يعتمدون الأحاديث الصحيحة التي تصحح وفقا لمنهج الألباني الألباني عنده منهجيته الخاصة في تصحيح الأحاديث وفقا وبما أن إجهامان والذين كانوا معه ممن تعلموا هذا من الألباني فكانوا يعملون بنفس الطريقة يصححون الأحاديث وفقا لمنهجية ناصر الدين الألباني فيقولون للقحطاني هذا هذه الأحاديث صحيحة بدليل كذا وكذا وكذا وهذه الأحاديث تنطبق عليك المهدي محمد وأنت محمد أبوه عبد الله أبوك عبد الله المهدي هاشمي علوي من ولد فاطمة أنت كذلك هاشمي علوي من ولد فاطمة وهذا تعرفه عن نفسك وعن أسرتك المهدي في أوصافه الجسدية ما هو بشيخ كبير إنه شاب وهو أجلى الجبين أقنى الأنف وهذه الأوصاف موجودة فيك الرجل لم يقبل في البداية ولم ولم يكن مقتنعا ولكنه شيئا فشيئا اقتنع بالأمر متى اقتنع بالأمر حينما كثرت الرؤى والمنامات التي كان يراها الناس فيه من أنه المهدي موضوع الرؤى سنأتي عليه لأنه موضوع عجيب عجيب جدا اقتنع القحطاني بأنه المهدي من خلال تطبيق الروايات والأحاديث عليه ومن خلال الرؤى والمنامات الكثيرة وهو بنفسه صادفته أمور عجيبة سأحكيها لكم فما بين تطبيق الروايات وما بين كثرة الرؤى والمنامات وما بين أمور عجيبة صادفته في حياته وفي نفسه ومع كل هذا إقراروا وإذعانوا هذه المجموعة بمهدويته فتنة 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 أطبقت على هذا الرجل لما اقتنع القحطاني بهذا وزادت قناعة إجهيمان الاعتاب بهذا الموضوع هناك من أعضاء الجماعة من رفض هذا الأمر وخرج من رموز هذه الجماعة هناك شخص يعرف فيما بينهم بابن تيمية الصغير فيصل أليامي فيصل أليامي رفض هذا الكلام واستهزأ به وخرج من الجماعة لكنه في آخر الأمر ذهب معهم إلى الحرم ولم يكن معتقدا بمهدوية محمد عبد الله القحطاني لكنه ذهب مع الجماعة لأن إجهيمان الاعتاب قال له تعالى وعلي أنا المسؤول كما نقول في تعابيرنا الشعبية العراقية دقلا صدرا وألقي القبض عليه وأعدم ما أنه خرج من هذه الجماعة ولم يكن معتقدا بمهدوية القحطاني ولكن رجليه جاءت به إلى الحرم فكان معه كانوا يسمونه بابن تيمية الصغير لأنه كان عاشقا لابن تيمية وكان متعلقا بآرائه وأفكاره وكان يحفظ الكثير من نصوصه ومن فتاواه يتحدث دائما عن ابن تيمية فهكذا لقبوا بأنه ابن تيمية الصغير وهذه ثقافته ثقافة حنبلية وهابية إنها ثقافة ابن تيمية وابن قيم الجوزية وابن عبد الوهاب إنها ثقافة عبد العزيز ابن باز إنها ثقافة ناصر الدين الألباني إنها ثقافة مقبل هادي الوادعي إنها ثقافة بديع الدين الراشد السندي هذه الرموز الوهابية التي تشبعوا بفكرها ثم بعد ذلك أضافوا ما أضافوا إلى فكرهم من قناعاتهم حينما تشبعوا بهذا الفكر صار القرار أن ينظروا إجهمان الإعتيب ليس قادرا على الكتابة مثل ما حدثتكم قبل قليل إنه لا يحسن النحو لا يحسن الصرف لا يستطيع الكتابة باللغة الفصيحة فضلا عن الفصحة فكان يملي أفكاره على شخصين من الجماعة يملي أفكاره على محمد عبدالله القحطاني وعلى شيخ من شيوخ الوهابية كان من ضمن هذه الجماعة إنه شيخ يمني وهابي متعصب لازال حيا لازال على قيد الحياة أحمد المعلم أحمد ابن حسن المعلم وهابي متعصب يمني لازال على قيد الحياة فكان جهيمان الاعتاب يملي أفكاره على هذين الشخصين وهما يكتبان ما عرف برسائل الدعوة أو برسائل جهيمان وكانت هذه الرسائل تطبع في الكويت لا يستطيعون طباعتها في السعودية لأن أمرهم سيكتشف الأفكار من جهيمان يملي بأفكاره عليهما وهذان القحطان والمعلم يقرران الأفكار في الرسائل التي عرفت برسائل الدعوة أو برسائل جهيمان أول رسالة طبعت في الكويت رفع الالتباس عن ملة إبراهيم وتتالت الرسائل إلى الرسالة الأخطر والأهم إنها رسالة البيعة الأفكار من جهيمان والتقرير والكتابة من القحطان والمعلم أين تطبع هذه الرسائل في الكويت في مطبعة جريدة الطليعة الكويتية وهي جريدة يسارية شيوعيون شيوعيون فيطبعون الرسائل في هذه المطبعة لماذا لأن شيوعيين هؤلاء وجدوا في هؤلاء معارضين للحكم السعودي من هنا تعاونوا معه جهيمان الاعتبي كان يأتي إلى الكويت ليشرف على الطباعة وبعد ذلك تنقل هذه الرسائل إلى السعودية كي توزع وكذلك تصل إلى جماعتهم في اليمن إلى جماعتهم في دول الخليج الأخرى هناك أفراد في الأردن في مناطق أخرى تصل هذه الرسائل إليهم كما يقول جهيمان من أنه يريد أن يقيم الحجة على الأمة من خلال هذه الرسائل التي عرفت برسائل جهيمان الأمر تراكمي هكذا هو الشأن السياسي وهكذا هو الشأن المجتمعي وهكذا هو الشأن الديني أيضا إذا كان في طور المعارضة تراكمت الأمور واشتدت القناعة بأن القحطاني هو المهدي الموعود وصار هذا الأمر مؤكدا عندهم ومن أن القرن الرابع عشر سينتهي السنة المقبلة ألف أربعمية للهجرة سينتهي القرن الرابع عشر وسيبدأ قرن جديد وهم يقولون بحسب ما عندهم من الأحاديث من أنه على رأس كل قرن هناك مجدد والمهدي سيكون مجدد الإسلام على رأس القرن الخامس عشر أقنعوا أنفسهم بهذا الكلام وغيره مع مجموعة كبيرة من الرؤى والمنامات فصار الأمر واضحا عندهم ما هو الأمر الواضح عندهم الأمر الذي صار واضحا عندهم من أنه يجب عليهم أن يكمل الأمر بأنفسهم ما يسمى في العقيدة المسيحية وحتى عند بعض اليهود بالعقيدة التدبيرية المسيحيون الإنجليون يعتقدون بهذه العقيدة اعتقادا قويا جدا من أنه يجب عليهم أن يدبروا الأرض وأن يدبروا مقدمات وقوع الأحداث لنزول المسيح يبدو أن الشيطان أقنعهم بهذه الفكرة أقنع جماعة جهيمان من أنه يجب عليهم أن يدبروا أمر المهدي فهم هكذا كانوا يقولون المهدي موجود بيننا ونحن أنصاره ومكة هذه والمهدي يبايع له بين الركن والمقام إذن لا بد من أن نذهب إلى مكة ولا بد من أن البيعة ستعقد لمهدينا هذا بين الركن والمقام فإذا ما صار هذا فإن حادثة الخسف ستتحقق فإذا ما حدثت حادثة الخسف بالجيش القادم من تبوك من شمال السعودية الذي قد يقبل من العراق وربما يقبل من الشام هم ليسوا متأكدين هل يقبل من العراق هل يقبل من الشام لكنه سيخسف فيه في تبوك فهذه العلامة ستكون علامة عامة للمسلمين فإننا حينما نذهب إلى مكة ونستولي على المسجد الحرام ونعلن ظهور المهدي الموجودون في المسجد سيبايعون المهدي وبعد البيعة بثلاثة أيام فإن جيشا قادما إما من العراق أو من الشام سيخسف به في السعودية هذا الجيش قادم لقتالهم صورة غريبة كيف سيتحقق هذا مع وجود الدولة السعودية وما علاقة العراق في ذلك الوقت أو ما هي علاقة سوريا في ذلك الوقت بالذي يجري في المسجد الحرام الشيطان أقنعهم أقنعهم إبليس أقنعهم فكانوا مطمئنين جدا إلى أن المهدية موجود وهو القحطان أنصاره موجودون وهم الجماعة السلفية المحتسبة الذين هم أخوان من طاع الله الظلم منتشر والضلال منتشر فرجال الدين يعملون عند آل سعود وآل سعود حكام غدرة فجرة هناك من يقول من أن جيمان لم يكفر آل سعود صحيح جيمان لم يكفر آل سعود لكنه كان يحكم بكفرهم لم يتحدث بهذا علنيا بين خواصه كان يحكم بكفرهم لماذا لم يتحدث علنيا بكفرهم كان خائفا من علماء الدين إذا ما أصدر فتوى بتكفير آل سعود فإن علماء الدين سيصفونه بأنه خارجيون وعنده عقدة شديدة من أن يوصف بأنه من الخوارج لماذا لأن عبدالعزيز أهل سعود ما استطاع أن يقضي على أخوان من طاع الله إلا حينما أفتى له علماء الدين بأن هؤلاء خوارج ومتى قضى عليهم قضى عليهم ما بين سنة 1929 1930 إجهامان الاعتابي متى ولد ولد سنة 1936 في الفترة نفسها عبدالعزيز آل سعود قضى على أخوان من طاع الله ما بين 1929 1930 جمان الاعتابي ولد سنة 1936 وفتح عينيه في منطقة ساجر التي هي مركز مهم جدا من مراكز أخوان من طاع الله هذه المنطقة منطقة ساجر تبعد عن الرياض 270 كيلو متر من جهة الشمال الغربي 270 كيلو متر من جهة الشمال الغربي لمدينة الرياض وأبوه كان حيا وأبوه كان من أعوان سلطان ابن بجاد محمد ابن سيف والد جهامان هو الذي غذى جهامان الفكرة الوهابية البدوية الأخواني أتحدث عن أخوان من طاع الله تلاحظون أن الأحداث متلاصقة وأن بعضها ينتج البعض الآخر بشكل مباشر ولذا قلت لكم وتذكروا هذا من أن الانفصام ما بين المنظومة الوهابية وبين آل سعود من البداية ولا زال موجودا وهذا هو الذي سيظهر في الأيام القادمة لتفتيت السعودية في الأيام القادمة أنا لا أتحدث عن شهر أو شهرين ولا أتحدث عن سنة أو سنتين إنما أتحدث عن الوقائع في قادم الأيام في المستقبل فهناك مقدمات هذه المقدمات ستقود إلى نتائج ومثلما الحكم السعودي سيصل إلى النقطة العليا سيبدأ بالتراجع كيف يتراجع سيتراجع من خلال الظروف والملابسات المحيطة به هذه سنة الحياة وسنة التأريخ الحضارات تلاشت والحكومات انتهت والأباطرة ماتوا والدنيا تغيرت نحن من الأجيال التي عاشت فترة الاتحاد السوفياتي أين هو أين الاتحاد السوفياتي أين أصبح صار في حكايات الماضي والتأريخ هكذا يتحرك نحن من الجيل الذي عصرنا جبروتة وزبارجة وبهارجة الحكم الشاهنشاهي في إيران أين هو لا وجود له نحن من الجيل الذي عايش الحكم الصدامي العراقيون كانوا وحتى العرب الذين ابتلوا بهذا الداء الوخيم الذي اسمه صدام كانوا يجدون أن زوال صدام أمر لا يحدث حتى في الخيال أين هو صدام الدنيا هكذا الدنيا هكذا وليعد كل واحد منا أين أباؤنا أين أجدادنا أين أصدقاؤنا أين الكثير من الناس الذين عايشناهم وخرجوا من هذه الدنيا ونساهم أقرب الناس إليه ونحن سنذهب والأجيال التي بعدنا ستذهب هذه حكاية الحياة نذهب إلى فاصل إذن المهدي موجود الأحاديث تنطبق عليه هكذا هم يعتقدون تنطبق على اسمه نسبه وحتى على أوصافه الجسدية والمنامات والرؤى تؤيد هذا أيضا والأنصار موجودون والظلم غط البلاد وكذلك فساد رجال الدين كل هذا موجود نحن نحن بحاجة إلى بيعة مهدوية بين الركن والمقام وبعد ذلك يكون الخاسف وحينئذ يستطيع المهدي أن يحكم الأرض وتأتي الأحداث متوالية بعد ذلك الخطوة القادمة صارت مشخصة إذن لابد من الذهاب إلى مكة كي تكون البيعة بين الركن والمقام وكيف يكون هذا لابد من بيعة بين الركن والمقام وهذا يختضي أن يسيطر جيمان ومن معه على المسجد الحرام وليس من حل إلا أن يقوم باحتلاله والهيمنة عليه وأن يسيطر بالكامل على جميع أجزائه حتى يستطيع تنفيذ مشروعهم ولذا فإن التخطيط بدأ قبل الحادثة بسنة بدأوا يخططون لهذا الأمر من خلال الأحاديث ومن خلال المناقشات فيما بينهم رسموا هذا التصور من أنهم يحتاجون بعد البيعة ثلاثة أيام لأنه في اليوم الثالث سيأتي خبر الخسف وعينئذ إذا ما جاء خبر الخسف لن يستطيع أحد أن يفعل لهم شيئا لأن المهدية سينصر من قبل الله سبحانه وتعالى وسيبسط حكمه وأمره على الأرض باعتبار أنهم يعتقدون من أن أمره سيصلحه الله له في ليلة في يوم واحد هذه الأحاديث صحيحة لكنها لا تتحدث عن حكم الأرض وإنما المقصود من أن الله سيصلح أمره في ليلة واحدة سيصلح الخطوة الأولى لأن الخطوة الأولى إذا ما صلحت ستولد خطوة ثانية صالحة هذا هو الذي تقصده الأحاديث لست بصدد شرح الأحاديث وضعوا مخططهم أن يبلغوا أتباعهم من أنهم عازمون على احتلال المسجد الحرام بلغوا أتباعهم وهيئوهم نفسيا ثم بدأوا يفكرون بجمع الأسلحة وبعد ذلك يدخلونها إلى المسجد الحرام باعوا بيوتهم وباعوا ممتلكاتهم إنهم على أبواب ظهور المهدي فباعوا البيوت وباعوا الممتلكات وجمعوا كل ما عندهم واشتروا بذلك السلاح والعتاد أسلحة صغيرة مسدسات رشاشات نواضير إلى غير ذلك فهم لم يشتروا طائرات مثلا أو مدافع إنها أسلحة محدودة للذي يريد أن يحتل المسجد الحرام ويتحصن فيه ويغلق الأبواب على نفسه فهيأوا ما يحتاجون إليه من السلاح وكذلك هيأوا ما يحتاجون إليه من الطعام وكان تركيزهم على التمر وعلى بعض المطعومات الجافة المسجد الحرام في ذلك الوقت لم يكن محصنا تحصينا أمنيا وهناك الكثير من الأبواب والكثير من الثغرات ومنهم من هو على إطلاع بدهاليزي المسجد الحرام تحت المسجد هناك السراديب قبو المسجد فيه ما يقرب من ثلاثمائة غرفة مكانا مقطعا إنه مكان كبير قبو المسجد الحرام ومكان معقد جمعوا الأسلحة والتمر والمواد الجافة ووضعوها في سيارة تانكر هذا الذي ذكرته لكم في الحلقة الماضية من أن جيمان انتفع من خبرته في عمله في الحرس الوطني في سياقة سيارات التانكر وها هو ينتفع من تلك الخبر فوضعوا الأسلحة ووضعوا الأطعمة في حوض هذه السيارة الحوضية وذهبوا بها إلى جهة زمزم زمزم في ذلك الوقت كانت هناك ساحة تقف فيها السيارات لنقل الماء من زمزم بناء الحرم المكي صار مختلفا في وقتنا هذا نحن نتحدث عن سنة 1978 1978 1979 نتحدث عن ذلك الزمان فعلا أخذوا السيارة إلى هناك وحينما حانت الفرصة لهم في الليل بدأوا ينزلون الأسلحة والمواد الغذائية الجافة وأدخلوها في مكان من القبو لا يستعمله أحد هم درسوا الأمر وقاموا بعملية استطلاع موسعة لأن بعضهم من من يلقي الدروس هناك من من يلقي الدروس في المسجد الحرام هناك محدثون ومدرسون يدرسون الدين والحديث في المسجد الحرام كانوا في مجموعة إجهامان الإعتابي وهؤلاء هم الذين أعانوهم على هذا الأمر القضية وهابية صرفة هذه الأسلحة والمواد الغذائية أدخلات قبل الحادثة ربما بستة أشهر وربما أكثر هناك من يقول من أنها أدخلات قبل الحادثة بسنة هو أمر بعيد قبل الحادثة بستة أشهر هذا الأمر منطقي هذه الأسلحة لا يستطيعون أن يصل إليها متى في لحظة السيطرة الأولى على المسجد لأنها في القبو وفي مكان مغلق وما هو بقريب من أيديهم هم يحتاجون إلى أسلحة في اللحظة المباشرة في ساعة الصفر كما يقولون ولذا جاءوا بتوابيت وملؤوها بالأسلحة وبالمواد الغذائية أيضا وأدخلوها إلى المسجد الحرام على أنها جنائز فهذا أمر معهود في المسجد الحرام يؤتى بالجنائز إلى المسجد الحرام لكي يصلي عليها الذين يصلون على الجنائز متى أدخل الجنائز قبل صلاة الفجر إنه يوم الثلاثاء الأول من المحرم بحسب التاريخ السعودي ألف أربعمية للهجرة يصادف اليوم العشرين من شهر نوفمبر سنة ألف وتسعمية وتسعة وسبعين أدخلوا الجنائز معهم والناس معتادون على هذا المنظر يؤتى بالجنائز إلى المسجد لأجل الصلاة عليها ساعة الصفر بعد أن يكمل إمام الجماعة الصلاة يسيطرون على المسجد الأدوار كانت مقسمة فيما بينهم إلا أن المسجد الحرام كبير الأبواب كثيرة في المسجد والمنافذ أكثر أذن المؤذن بدأت صلاة الصبح الذي أم المصلين في ذلك الوقت هو الإمام الراتب الذي يصلي يوميا في المسجد الحرام محمد بن عبد الله السبيل وهو شخصية وهابية معروفة جدا بين الوهابيين صلى السبيل الصلاة ما إن أتم صلاته حتى قفز جيمان الاعتابي مع جماعته إلى التوابيت وأخرجوا الأسلحة منها وسيطروا على مكان الصلاة وسيطروا على المايكروفون وعلى إذاعة المسجد الحرام وبدأ جيمان الاعتابي يصدر التعليمات أغلقوا الأبواب حاولوا أن يسيطروا على مساحة أوسع من الوهلة الأولى وشيئا فشيئا حتى سيطروا على المسجد الحرام وقرأ خالد اليام بيانهم حيث أعلن وجود المهدي في المسجد الحرام ومن أنه سيبايع له بعد قليل البيان الذي قرأه خالد اليام وكأن ناصر الدين الألباني قد كتبه حينما كان خالد اليام يقرأ البيان وهو يسرد الأحاديث الصحيحة بحسب طريقة الألباني التي تتحدث عن المهدي وعن شؤونه كان جهمان يقاطعه كي يعطي التعليمات لأتباعه في الصعود على المآذن في إغلاق الأبواب في السيطرة على الموجودين في المسجد في أول الأمر تركوا الناس إذا ما أرادت أن تخرج من المسجد فباستطاعتهم أن يخرجوا فخرج كثيرون من المسجد ولكن بقي كثيرون أيضا لأن الناس قد ظهر عليها الفرح ظهر الفرح على الناس لأنهم صدقوا من أن المهدي قد ظهر فبقي كثير من الناس في المسجد الحرام ثم إن الناس إلى هذه اللحظة لم يشاهدوا قسوة من جهيمان وأتباعه كانوا يتعاملون باللين والاحترام مع الناس وقالوا للناس من أراد أن يخرج فليخرج لأننا نريد أن نغلق الأبواب وتركوا إمام الصلاة تركوه مع أنه شخصية مهمة هذا إمام المسجد الحرام محمد عبدالله السبيل كان عنده غرفتان ذهب إلى أحد غرفتيه كما يتحدث هو واتصل بالشخصيات المسؤولة عن المسجد الحرام وأخبرهم بالذي جرى بعد ذلك ألقى عباءته عن كتفيه البشت ما يسمى بالبشت ألقى عباءته عن كتفيه ونزع الكوفية اليشماغ وألقاها أيضا بقي بالدشداشة الوهابية القصيرة والطاقية ودس نفسه فيما بين الناس الخارجين من أحد الأبواب وخرج لذلك لم يتعرض لخطر ولم يبقى في داخل المسجد الحرام وصلت الأخبار إلى الحكومة السعودية الذي كان أميرا على مكة هو فواز بن عبد العزيز مباشرة أصدر الأوامر إلى القوة العسكرية التي كانت في مكة لمهاجمة إجهيمان ومن معه في المسجد الحرام أرسلوا مظليين في البداية جماعة إجهيمان قتلوا المظليين جميعا وأرسلوا قوة برية جماعة إجهيمان قتلوهم جميعا القوة التي بعث بها فواز بن عبد العزيز أمير مكة آنذاك قضي عليها قضى عليها جماعة إجهيمان لأنهم متحصنون في مكان حصين في المسجد الحرام جن جنون الحكومة السعودية في ذلك الوقت كانت الجامعة العربية الدول العربية في مؤتمر قمة في تونس وكان يحضر المؤتمر الأمير فهد الذي كان وليا للعهد ومعه سعود الفيصل الذي كان وزيرا للخارجية ومعهم وفد من كبار المسؤولين أما قائد الحرس الوطني الأمير عبد الله فهو في إجازة في المغرب ويبدو أن الأمير عبد الله حتى في أيام صار ملكا يقضي أوقاته في المغرب كان محبا للمغرب جنة جنون الحكومة السعودية ماذا يفعلون فرجع عبد الله من إجازته ورجع الأمير فهد مع الوفد الذي معه رجعوا مسرعين ماذا يفعلون مع هذا الحدث أمر لم يكونوا يتوقعونه الحكاية طويلة والكلام كثير وأنا لست مهتما لكل التفاصيل حاولوا معتمدين على القوة السعودية وفشلوا واستعانوا وكانوا بقوة أردنية وما استطاعت أن تفعل شيئا الطائرات الأمريكية كانت تحوم في الجو بقيت لثلاثة أسابيع حتى بعد الحادثة تحوم في أجواء مكة لكنها ما تدخلت في الحرب كانت تحوم لمراقبة الأوضاع قطعن الطيارون أمريكان القواعد أمريكية في السعودية وطائرات الأمريكية حتى التي كان السعوديون قد دفعوا ثمنها واشتروها يشترط عليهم في عقد البيع والشراء أن الطيارين الأمريكان بإمكانهم أن يستعملوها في أي وقت يشاءون وإن كانت السعودية هي التي تمتلكها هذه العقود العسكرية معروفة في العالم فكانت الطائرات الأمريكية تحلق في أجواء مكة لمدة ثلاثة أسابيع حتى بعد انتهاء الحادثة كي تطلع على الأوضاع في مكة وما حولها السعوديون استعملوا الطائرات المروحية لكنهم ما نجحوا في ذلك واستعملوا قوات الجيش وقوات الشرطة وما نجحوا في ذلك واستعانوا بقوة أردنية وما نجحوا في ذلك في آخر الأمر لجأوا إلى الكوماندوس الفرنسي فجاءت قوة فرنسية محدودة هي التي استطاعت أن تقضي على جماعة جهيمان واستعانوا بشركات تركية تعود للجيش التركي كانت تعمل في السعودية الأتراك هم الذين فتحوا الثقوب في بناية المسجد الحرام في سقف القبو ومن خلال تلك الثغرات بدأوا يضخون الغازة والقنابل الغازية وجماعة جهيمان أخذوا يشعلون النار لذلك في الصور وجوههم ملطخة بآثار دخان الحرائق حرائق من قبل المهاجبين وحرائق من قبل الموجودين كانوا يستعينون بالدخان وسيلة للتغطية على حالهم بالنتيجة بعد القتل والقتال تم قتل الكثيرين من الذين كانوا في داخل المسجد الحرام من جماعة جهيمان ومن بقية الناس وسيطروا على المسجد الحرام وألقوا القبض على جهيمان ومن كان معه الأمير فهد كان راغبا في تدمير المسجد الحرام بكامله لكن الملك خالد رفض ذلك ثم جاء الأمير فهد بمقترح جديد وذلك بعد إعدام جهيمان والذين كانوا معه وتم إعدامهم ليس فيه منطقة واحدة قسموهم على العديد من المدن البعض قال إنما فعلوا ذلك خوفا من هجوم يكون لتحريرهم باعتبار أنهم سيعدمون في مكان واحد والبعض قال من أن آل سعود يريدون أن يخيف السعوديين فالإعدام جرى في المدن الكبيرة المعروفة أمام أعين الناس ويمكن هذا وهذا هناك من يقول من أن الأمير فهد اقترح على الملك خالد أن يقوم بإعدام عوائلهم لا بد أن تعرف من أن جهيمان الاعتهبي والذين كانوا معه حينما جاءوا إلى المسجد الحرام العديد منهم اصطحبوا عوائلهم معهم اصطحبوا نساءهم وأطفالهم ومن جملة الذين قتلوا عوائلهم وأطفالهم ومن جملة الذين ألقي القبض عليهم أيضا ما بقي حيا من عوائلهم وأطفالهم القوم كانوا متأكدين من أن مشروعهم سيكون ناجحا القحطان بين الركن والمقام الذين بايعوا أولا هم الجماعة السلفية المحتسبة اخوان من طاع الله هؤلاء هم الذين بايعوا أولا وبعد ذلك بايع الناس لم يجبر الناس على البيعة فهناك من الناس من لم يبايع ولكن كثيرا من الناس صدقوا الأمر وبايعوا بعد أن تمت البيعة بين الركن والمقام وأعلنوا من أن البيعة قد تمت ويا أيها المسلمون بقي علينا أن ننتظر علامة الخسف وحينئذ سينتهي كل شيء سيبدأ المهدي ببسط حكمه على الأرض القحطاني المهدي المزعوم باعتبار أن الذين في المآذن والذين عند الأبواب لم يأتوا إليه لمبايعته بين الركن والمقام هو ذهب إليه فصعد إلى المآذن وذهب إلى الأبواب الجميع بايعوا من أخوان من طاع الله الجميع بايعوا وكان الرصاص يطلق من القوات السعودية بعض الأحيان من طائرات الهلوكوبتر وبعض الأحيان من جهات أخرى القحطاني ما كان يعبأ بالرصاص أحد المصريين ممن بايعه وممن كان ضمن المجموعة يقول كنا نرى ثوبه مثقبا بثقوب الرصاص لكنه كان يمشي على قدميه فكنا نزداد ثقة من أن القحطاني هو هذا المهدي الرصاص يخترق ثيابه ولا يصيبه في اليوم الثالث تعرض لإصابه لكنه مع ذلك كان قويا وكان يمشي في نهاية اليوم الثالث في بداية اليوم الرابع قتل القحطاني قتل القحطاني وبمرأة ومسمع من إجهيمان الاعتهبي وقعت الصاعقة على إجهيمان الاعتهبي لقد قتل المهدي وانتهت الأيام الثلاثة وليس هناك من خبر من تبوك كانوا ينتظرون خبرا من تبوك لكن الخبر ما أتى من تبوك والقحطاني قتل فماذا فعل جهيمان أخفى جثته تحت مجموعة كبيرة من أفرشة الصلاة كانت قد جمعت في جهة من جهات المسعة المسعة ما بين الصفا والمروة ما بين المروة والصفا هناك جمع مجموعة كبيرة من أفرشة الصلاة ووضع جثة القحطان تحتها ومسحوا الدم عن الأرض جمان والذين كانوا معه وشدد عليهم أن يخبروا أحدا بذلك لقد وقعت الطامة الكبيرة عليهم بدأ الناس يسألون لأن الحكاية استمرت إلى خمسة عشر يوما في اليوم الخامس عشر بعد مجيء الكماندس الفرنسي استطاع السعوديون أن يلقوا القابض على إجهيمان ومن معه المدة لم تكن قصيرة جدا هي قصيرة نسبيا لكنها طويلة بالنسبة لحدث مرير كهذا الحدث ولواقعة مهمة كهذه الواقعة الناس أخذوا يسألون إذن أين المهدي الذي بايعناه كان يتحرك هنا فيما بيننا إجهيمان قال لهم إنه محاصر في جهة من جهات المسجد في القبو سنحاول أن نفك الحصار عنه وسيعود المهدي المشكلة أنهم في تلك الأيام كانوا يرون المنامات من أن القحطاني حي ومن أنه مثل ما قال إجهيمان محاصر وسيعود إليهم المنامات كانت مشتغلة حكاية المنامات هذه عجيبة جدا وما هي بعجيبة على البرنامج الإبليسي لكنه كلام لا بد أن يقال صيغة من صيغ التعبير في البيان كما قلت لكم الأمير فهد كان يريد من الملك خالد أن يوافق على إعدام عوائله لماذا قال له هذا إجهيمان من أبناء أولئك الأخوان إذا بقيت عوائلهم سيفعلون معنا ما فعل إجهيمان لكن الملك خالد رفض الذي ينقل الحكاية يقول من أن الملك خالد قام من المجلس وكان فيه بقية الأمراء وبقية الأمراء وافقوا الأمير فهد سلطان نايف سلمان الملك الحالي وافقوه على هذا الرأي لكن الملك خالد رفض وقام ونفض ثوبه بعد أن قال له الناس ستقول علينا نقتل نساء وأطفال نحن نريد نستر هذه القضية نقوم بقتل نساء وأطفال الناس ستقول الذي ينقل الحكاية من أن الملك خالد قام من هذا المجلس ونفض ثوبه وقال له حسبي الله عليك يا فهد وقام ما الذي جرى في كواليس مهدوية محمد عبد الله القحطاني هذا ما سأحدثكم عنه بعد الفاصل حينما بدأ جهيمان الاعتابي يقنع القحطاني محمد بن عبد الله القحطاني حينما بدأ يقنعه بأنه المهدي من خلال تطبيق الروايات والأحاديث عليه محمد القحطاني كان يرفض هذا الكلام يرفضه بشكل قطعي ويقول له أنا فلان أعرف نفسي وأبي فلان أعرفه هذا الكلام ليس حقيقيا أنت متوهمون أنت مشتبهون إجهمان الاعتابي استطاع أن يقنع الذين معه لم يقنع الجميع هناك من الأفراد ممن حوله من كبارهم لم يقتنع بالكلام فانفصلوا عنهم ولم يتورطوا معهم في هذا الموضوع لكن جمعا كثيرا اقتنع بكلام جهيمان وأخذوا يتقاطرون على محمد القحطاني كي يقنعوا ويقولون له هذه روايات وأحاديث وهذه رؤى ومنامات نحن رأيناك فيها من أنك المهدي في مرة من المرات جاءوا إلى داره ودخلوا في نقاش حول هذا الموضوع وارتفعت الأصوات هم يصرون عليه من أن الأحاديث والروايات تنطبق عليه ومن أن المنامات والرؤى هذه مبشرات كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله فهي تنسجم مع الأحاديث ومع الواقع الذي نراه بأعيننا فإنك أنت المهدي ارتفعت الأصوات لما خرجوا ودخل إلى بيته دخل عند زوجته زوجته قالت له أصواتكم كانت مرتفعة وأنا سمعت يقولون لك إنك المهدي وأنت ترفض ذلك سمعت الذي دار فيما بينكم قال لها صحيح هذا قالت أريد أن أخبرك بشيء إن إنني كنت قد نسيته لما سمعت هذا الكلام تذكرته قال لها ما هو هذا الشيء قالت عندما كنت صغيرة قبل الزواج قبل أن أتزوجك عندما كنت صغيرة رأيت في المنام أنني سأكون زوجة للمهدي صعق هذا الرجل ما هذه الفتنة وما هذا البلاء صعق هذا الرجل ما علاقة هذه المرأة بهذا الموضوع هذه المرأة غريبة عن إجهمان ومجموعته لو لم يكن الصوت مرتفعا لما عرفت بالموضوع صوت النقاش كان مرتفعا فوصل إلى مسامعها وإذا بالطامة أن المرأة هذه حينما كانت صغيرة رأت في أحلامها أنها ستصبح زوجة للمهدي صعق هذا الرجل فأمسك بها قال إلبسي ثيابك الآن أخذها وذهب إلى بيت أهلها الذي فتح الباب أبوها وعند الباب قال لها لا تتكلمي فسأل والد زوجته قال إن ابنتك أخبرتني قال أدخلوا قال لا أريد أن أسمع الكلام منك قبل أن تدخل إلى البيت فربما تتفق معك أخبرتني من أنها قد رأت مناما في صغرها من أنها ستكون زوجة للمهدي وقصت عليك المنام هل صحيح هذا قال نعم هذا أمر قد وقع حينما كان عمرها كذا وكذا وفي فترة كذا وكذا استيقظت في يوم من الأيام وأخبرتني من أنها قد رأت مناما عجيبا ستصبح زوجة للمهدي الرجل في حيرة من أمره قال له وهل يعرف أحد بهذا قال إمام المسجد لأنني ذهبت أنا وإياها إليه كي نعرف معنى هذه الرؤية قال إذن نذهب الآن إلى إمام المسجد قال دعنا سنذهب بعد ذلك قال لا ربما تتفقون مع إمام المسجد نفاجئه فذهب القحطاني مع والد زوجته ومع زوجته بيت بيت إمام المسجد موجود في المحلة التي فيها بيت أهل زوجته طرقوا الباب وخرج إليهم إمام المسجد مباشرة محمد القحطاني سأله هل هل هذا الرجل جاءك في يوم من الأيام مع ابنته وقال لك من أن ابنته رأت مناما ستتزوج المهدي وأنت سمعت هذا منهما وفسرت لهم هذه الرؤية قال نعم إنني أتذكر هذا جاءني هذا الرجل وهو يعرفه مع ابنته وأخبراني بأن ابنته قد رأت مناما يخبرها من أنها ستصبح زوجة للمهدي وفسرته كذا وكذا فذهل القحطاني هذا رجع إلى بيته بدأ يراجع كلام إجهامان والذين كانوا معه أخذ الأمر ينفذ إلى قلبه شيئا فشيئا وبدأ يصدق أنه المهدي الرؤى بدأت تزيد وتزيد وكانت هذه الرؤى تكتب وتوثق وتعلق على جدران بيت الأخوان في المدينة إنه البيت الثاني ليس البيت الأول الذي كان تحت رعاية أبي بكر الجزائري كانت الرؤى تعلق على الجدران هناك ثلاثة أشخاص كانوا مسؤولين عن متابعة هذه الرؤى وقد ذكرت أسماؤهم في البيان في البيان الذي تلاه خالد اليامي ومن أراد التبين من ذلك يخاطب الموجودين في المسجد الحرام ومن أراد التبين من ذلك فليسأل فليسأل من أمراس بن ملعاط الغامدي أسماء بدوية هذه ويوسف أكبر الرضا والاسم الثالث ليس واضحا هناك ضوضاء وضجيج الاسم الثالث ليس واضحا في كلام خالد اليامي وهو يقرأ البيان لكنني أعرف الاسم الثالث لقد ذكره في أحاديثه ومذكراته عن الواقعة فلاح اسماعيل منذكر الشيخ الوهابي الكويتي قال اسمه عبد الله الكبير مترددا عبد الله الأكبر أو الكبير ويبدو أنه عبد الله الكبير هؤلاء الثلاثة كانوا مسؤولين عن جمع الرؤى والمنامات التي تجاوزت مئتين وسبعين رؤيا مئتين وسبعين رؤيا عشرات الرؤى رآها أناس من اليمن وبسبب هذه الرؤى جاءوا إلى المدينة وعشرات الرؤى رآها أناس من مختلف مدن السعودية وحددت لهم موعد الظهور ومن أنهم يأتون إلى مكة وجاءوا إلى مكة استنادا إلى هذه الرؤى هناك حادثة وقعت لمحمد القحطاني حينما كان ذاهبا إلى منطقة ساجر التي هي منطقة إجهيمان الإعتيبي ونزلوا كي يتوضعوا من البئر لم تكن في ذلك الوقت تمديدات لأنابيب المياه في مثل هذه المناطق نحن نتحدث عن السبعينات من سبعينات القرن العشرين القرن الماضي الناس يأخذون الماء من الآبار فأرادوا أن يتوضأوا كي يصلوا إنه وقت صلاة وجدوا امرأة عجوزا تأخذ الماء فانتظروا جانبا قريبا من البئر حتى يتركوها على راحتها كي تأخذ الماء وبعد ذلك يذهب هو ورفاقه للوضوء المرأة أخرجت الماء من البئر وحملت أوعيتها وجاءت فتحرك محمد القحطاني باتجاه البئر هذه المرأة لما رأت محمد القحطاني وقفت ووضعت أوعية الماء على الأرض محمد القحطاني تصور أن المرأة بحاجة إلى مساعدة لأنها امرأة كبيرة فتصور أنها لا تستطيع حمل أوعية الماء هذا فقال لها يا خالة تحتاجين مساعدة فماذا قالت له قالت أي مساعدة أنا لا أحتاج مساعدة أنت محمد ابن عبدالله القحطاني قال لها نعم شلون عرفتيني أنا ما أعرف قالت لها أنا ليلية أشوفك بالمنام أنت المهدي أنت المهدي وانت اللي راح تظهر في مكة جنة جنون هذا الرجل إنه إبليس 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 مثلما تصور في صورة صبي جميل وعلم قوم لوط كيف يلوط بعضهم ببعض ثم عاد فتصور في صورة امرأة جميلة وعلم نساء قوم لوط السحاق إبليس هذا تمثيلية محكمة المرأة وضعت أوعية الماء على الأرض وكانت مدهوشة لما قال لها خالت احتاجين مساعدة ماذا قالت وأي مساعدة أي مساعدة أنت محمد ابن عبدالله القحطاني قالها نعم وشلون عرفتيني أنا ما أعرفك قالت شنو شلون عرفتك أنا ليلية أشوفك ليلية أشوفك أنت المهدي واللي راح تظهر مثل هذه الحادثة يقولون واجهة محمد القحطاني مرات ومرات ومرات في مدن مختلفة ومن بلدان مختلفة وناس يأتون من اليمن وناس يأتون من الكويت وناس يأتون من الشام من الأردن وناس يأتون من جنوب السعودية ومن شمالها ومن شرقها ومن غربها ويقولون له مباشرة يصادفونه في المسجد النبوي لأنه كان يعيش في المدينة يصادفونه في الشارع مباشرة يقولون له أنت محمد بن عبدالله القحطاني يقول نعم يقولون له أنت المهدي لما اقترب وقت الظهور المزعوم عشرات رأوا من المنامات تحدد لهم وقت الظهور المزعوم وتأمرهم بالسكوت هذا أخواني في الكويت من الأخوان المسلمين وكان ناشطا رأى هو وزوجته زوجته رأت مناما وهو رأى مناما من أن محمد بن عبدالله القحطاني في الكويت ولا يعرفه ولم يكن قد رأى صورته وسافر إلى السعودية وهما شخصا الرجل وفقا للمنام وبعد ذلك لما رجع إلى الكويت رأى مناما آخر يكلف أن يذهب معهم إلى المسجد الحرام كي يبايع القحطاني وذهب وقتل قتل مع الذين قتلوا في المسجد الحرام حكاية معقدة حكاية معقدة جدا وقت الحلقة صار طويلا سأكمل لكم في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى حكاية خطيرة هذا الكلام حقيقي حقيقي جدا هذه المعلومات دقيقة وصحيحة جدا شكرا